اهلا بكم مجددا كشفت مصادر محلية لتلفزيون سوريا ان القوات الروسية زالت اعلاما ورايات للميليشيات الايرانية في شرق دير الزور وصعدت عنها بصور رئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأتي هذه التطورات الاخيرة بعد ايام من انشيقاق كتيبة العباس التابعة لفاطميون وانضمامها الى ميليشيات روسية في الصراع على الارض تذهب التحالفات وفي شرق سوريا لا خصم ثابت ولا صديق دائم كل شيء قابل للتغيير ولعل تحركات الروسية الاخيرة في شرق سوريا تحمل في طياتها عودة الروسية امام الهيمنة الايرانية المطلقة على المنطقة ليس فمت رادع للروس في تحويل موازين القوى او ان صح التعبير فرض امر واقع جديد تزيل روسيا غيات واعلاما وحواجز للميليشيات الايرانية في المنطقة الشرقية وفي دير الزور على وجه التحديد وتلك خطوة الروسية تستهدف قلب المشروع الايراني فما الذي تبحث عنه موسكو في منطقة تهيمن عليها طهران مصادر محلية تحدثت عن قيام القوات الروسية وللمرة الاولى بازالة شعارات دينية للميليشيات الايرانية والاستعادة عنها بصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعلام روسيا تلتها زيارة وفد اعلامي الروسي الى الميادين شرق دير الزور وتلك تحركات من موسكو التي لا تملك ما يملكه الايرانيون في المنطقة معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى قال عن التحركات الروسية الاخيرة في شرق سوريا ان موسكو تبحث عن موضع قدم لها في المنطقة وانها تستغل الفوضى بين الميليشيات عقب مقتل قاسم سليماني مطلع العام الجاري فيما يرى بحثون ان الخطوات الروسية لا تخرج عن سياق توزيع النفوذ بين الطراثين سبق لموسكو ان استقطبت كتيبة العباس التابعة لميليشيا فاطميون الايرانية وذك اول انشقاق علني تكون موسكو عرابه في المنطقة فهل تبحث موسكو عن ثغرة في سلسلة ميليشيات لفرطها او تحجيم دورها ام انها بحاجة الى اعين في قوة ايران العسكرية داخل سوريا اذا هو توتر لم تعلق عليه الميليشيات الايرانية حتى اللحظة لكن اللافت هو العودة الروسية الى الشرق السوري عودة الى منطقة تعدد اللاعبون فيها من تنظيم الدولة وايران على الارض وليس انتهاء باسرائيل وواشنطن من السماء فما الذي تسعى له القوات الروسية بين كتبان الصحراء وبحار النفط للحوار والتحليل في هذا الموضوع ينضم الينا الصحفي المختص بالشأن الروسي سامر لياس من العاصمة موسكو وايضا سامر العاني الكاتب والصحفي من غازي عنتاب جنوب تركيا اهلا ومرحبا بكم ما ابدأ معك سيد العاني يعني القوات الروسية ولليوم ثالث على التوالي تزيل اعلام وحواجز خاصة بالميليشيات الايرانية في مناطق من ريف دير الزور وتستبدلها بصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعلام روسيا ما هي المعلومات التفصيلية عن هذا الموضوع وكيف تم الامر هل هناك اتفاق مسبق ام ماذا اهلا وسهلا بكم والسادة المشاهدين وبضيفك الكريم يعني انا اعتقد ان المسألة ليست وليدة اللحظة هذه المسألة جاءت بعد عدة خطوات قام بها الروس منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم يعني انا اتحدث الروس قاموا بانشاء مراكز مراقبة وبانشاء مقرات لهم على مفارق الطرق ما بين البوكمال والمياذين والمياذين ودير الزور هذا كان في الشهر الاول بعدها جاءت ضربات متتالية لإسرائيلية للمقرات الايرانية مع صمت روسي بعدها جاء الاذام ببدء الحل السياسي او دعني اقول لجنة دستورية كل هذه الامور انا اعتقد تصب في مسألة واحدة هي تحجيم دور الروس في هذه المنطقة ما يدل على هذا هو انزال الشعارات هذه رسالة تحجيم دور داران سيد العام نعم عفوا تحجيم دور ايران في المنطقة الروس لا يمكن ان يمرروا اي حل بالمطلق لا يمكن ان يمر اي حل في هذه المنطقة بدون موافقة حتى لو كانت ضمنية موافقة امريكية الامريكان لم يوافقوا على هذا الامر الا بعد اخذ وعود بتحجيم دور الايراني المقتل سليماني هشم او حد من دور الميليشات الايرانية في هذه المنطقة كيف ستنهى هذه الميليشات او كيف ستنهى هذه السيطرة يجب ان تنهى هذه السيطرة عن طريق قوة موجودة في المنطقة ذاتها النظام لا يمكن ان ينهي دور الايرانيين لان النظام يميل اكثر لايران ويثق اكثر بايران هذا على اساس ايديولوجي يميل اكثر لايران من الروس القوة الموجودة الوحيدة التي تستطيع تحجيم الايرانيين هم الروس من هنا جاء انشاء مراكز الروس لمراقبة الطرق وجاء بعدها ما حدث في الايام الماضية انزال شعارات المسألة المهمة ان انزال شعارات دينية تستهدف الايرانيين هذه رسالة الايرانيين اننا نستهدف ولاية الفقه بالمباشر وهذه رسالة تطمين للامريكان اننا جادون في الوعود التي قطعناها في ان ننهي دور الايرانيين في منطقة الشرق الفرات دعني اقول في المناطق التي يسيطر عليها الايرانيين في دير الزور نعم اريد ان اعرف وجهة نظر السيد لياس اهلا ومرحبا بك مجددا ضيفي من موسكو يعني ما الذي تبحث عنه روسيا في مناطق توهيمن عليها ايران مساء الخير لك والاستاذ المشاهدين والضيف الكريم يعني الواضح ان الجانب الروسي لا يرغب بان تكون هناك دور كبير لايران في شمال شرق سوريا وفي جميع المناطق السورية نحن نشهد تنافسا يظهر احيانا الى السطح بشكل كبير هذا التنافس يحمل ابعاد اقتصادية سياسية عسكرية في كامل الاراضي السورية وهذا التنافس ايضا يشمل مناطق شرق الفرات ومناطق شرق سوريا لا ادري اذا كان هناك تغيرا اساسيا في استراتيجية روسيا المتبعة منذ سنوات عدة بشأن الوجود الايراني هي لا تحبذ ان يكون هناك وجود قوي لايران على حساب الجيش السوري ولا وجود قوي للنشيات الايرانية على حساب الجيش السوري والجيش الروسي في هذه المناطق اذا كان هناك تغير استراتيجي فهذا يعني اننا امام امكانية اخراج ايران بالكامل او بداية صفقة لاخراج ايران بالكامل من هذه المنطقة وطبيعي ان تكون مناطق الميادين والبوكمال ودير الزور هي المناطق الاولى من اجل منع الهلال ما يسمى الهلال الشيعي الذي تسعى ايران دائما الى ان يبقى مفتوحا وهو الممر الواصل بين طهران بغداد دمشق ولاحقا الضحية الجنوبية في لبنان لذلك اذا كان الان نتحدث عن صراع جديد واساسي بين روسيا وايران فاننا نبحث في تغير استراتيجي مهم في العلاقات الروسية الايرانية والوجود الايراني في سوريا في السنوات الاخيرة روسيا لم تعترض بشكل اساسي للضربات الاسرائيلية بحق ايران وميليشياتها الطائفية في سوريا في بعض الاحيان كان يرتفع صوته ولكن بالاساس لم تعترض على هذه الضربات واعتقد انها كانت تنظر اليها بانها تصب في مصطحتها من جانب انها تقلم اضافة ايران او تخفف من مناطق نفوذها في هذه المنطقة نعم كيف سيكون نعم 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 انتقل الى الصحفي سامر العاني يعني ما تبعات هذه الخطوة الروسية وكيف سيكون تأثيرها على علاقة النظام بالميليشيات الايرانية يعني دعني اقول لك في البداية الجيش الروسي وان كان هناك ضباط الجيش السوري وان كان هناك ضباط في الجيش السوري يأتمرون بامر الروس الا ان الغالبية المطلقة من قيادات الجيش النظام هي قيادات مرتبطة ايديولوجيا ومرتبطة فكريا ومرتبطة حتى روحيا بايران نحن نعرف ان قيادات الجيش السوري هم من الطائفة العلوية التي تميل لايران وتثق بايران اكثر من وثوقها بروسيا فانا اعتقد في المرحلة المقبلة روسيا لم تعتمد اعتماد كامل على جيش الاسد على جيش النظام روسيا ستشكل ميليشيات في هذه المنطقة رأينا سابقا في درعة لم تعتمد روسيا على جيش النظام شكلت بعض الميليشيات من فصائل المصالحة شكلت بعض القوى من هذه الفصائل وكان اعتمادها على هذه الفصائل وليس على جيش النظام ايضا في شرق الفرات أنا أعتقد أن روسيا ستسعى رويدا رويدا لتشكيل قوى محلية قوى دعني أقول قوى عسكرية تتبع لها بالمباشر لكن الفصائل الموجودة في المناطق التي نتحدث عنها هي تنتمي عقائديا لإيران شرق دير الزور بالتحديد طبعا اليوم الجيش الوطني تمام في دير الزور في هذه المناطق كان هناك حملة تشييع كبيرة هذه الحملة طالت قيادات وطالت ميليشيات طالت ميليشيات مثلا عشائرية وطالت ميليشيات محلية مثلا جيش الوطني اليوم يتبع بالمطلق لإيران أيضا القوى التي شكلها نواف رغم البشير من عشيرة البكارة وبعض العشائر الأخرى القوى المحلية تتبع بالمطلق لإيران فهذا شكل نقطة ضعف بالنسبة لروسيا أيضا قيادات الجيش في سوريا أغلب قيادات الجيش وحتى الأمن تتبع إيديولوجيا وفكريا لإيران وعقاديا حتى تتبع لإيران إذن هل ستسمح إيران بإجراءات مماثلة أو أوسع في هذه المنطقة ومناطق أخرى بالنسبة لروسيا كما فعلت خلال الأيام الثلاثة الماضية يعني إيران في هذه المنطقة تحارب على أكثر من محور تحارب على المحور المدني سيطرت على مؤسسات الدولة سيطرت على مديرية التربية على مديرية الزراعة واستأجرت أراضي لمدة 99 عام سيطرت على المصالح العقارية وبدأت بشراء عقارات بالتواطئ مع المصالح العقارية وسيطرت أيضا إيران هنا أتحدث سيطرت أيضا على حزب البعث أي أن كل هذه العمليات في مناطق دوائر الدولة تمر بتواطئ من حزب البعث تواطئ إيراني وحزب البعث أيضا سيطرت على قوى عسكرية إذن هنا سيطرت على المجتمع المدني وسيطرت على مؤسسات الدولة وسيطرت على قوى عسكرية إذن إيران دعمت نفسها في الفترة السابقة اليوم أنا أعتقد أمام الروس مهمة كبيرة في التخلص من إيران تحتاج إلى تفكيك هذه العلاقة المتشابكة ما بين النظام وما بين الإيرانيين نعم اسمح لي أن ننتقل إلى سيد إلياس لديق الوقت يعني التحركات الروسية سيد إلياس هل هي للهيمنة على المنطقة أم أنها لإثبات وجود وعدم هيمنة إيرانية كاملة على المنطقة وهل ستكون هذه الخطوة الروسية بمثابة إراحة للميليشيات الإيرانية في حال سيطرت على بعض النقاط من عدم وصول القصف الإسرائيلي إليها لا بطبيعة الحال ليس حماية للميليشيات الإيرانية من القصف الإسرائيلي عليها لأن روسيا كان يمكن أن تفعل ذلك في مرات سابقة عندما تتعرض جنوب دمشق أو المناطق في وسط سوريا لقصف إسرائيلي كان يمكن أن تحذر الجانب الإيراني أو أن تساعده أو أن تفاعل منظومة الصواريخ الروسية في هذه المنطقة هي تريد إبعاد إيران والقول بأنها هي الطرف الأساسي الذي يمكن أن يعول عليه لعقد صفقة مع الجانب الأمريكي فيما يخص الوجود الإيراني وفيما يخص الأزمة السورية بشكل عام الآن التنسيب ثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران في بعض المناطق أعتقد بأن الجانب الإيراني بدأ يتراجع دوره في حل الأزمة السورية نظرا لعدم وجود حاجة لقوات على الأرض تساعد الروس بسبب انتهاء العمليات العسكرية الأساسية ثانيا مرحلة إعادة الإعمار يمكن أن تشهد تنافسا بين روسيا وإيران حول هذا الموضوع ولذلك هي تريد أن تبعد إيران من هذا الموضوع ثالثا إيران لا تملك الموارد المالية كما هي حال روسيا والاقتصادية والتقنية من أجل إعادة الإعمار وهي طرف مرفوض من قبل الخليج العربي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكن موسكو سيد الياس كيف ستضمن عقائديا ولاء هذه الميليشيات إليها؟ يعني بداية هناك في الأزمة السورية تغيرت ولاءات الكثير من المجموعات المسلحة في سنوات الحرب الأخيرة للأسف بسبب ضغوط المالية وبسبب سيطرة بعض القوى على الأرض أنا أعتقد بأن روسيا قادرة على سحب ولاءات جزء من الميليشيات التي تم تشيحها أخيرا لصالح إيران وثانيا هي قادرة على بناء قوى محلية جديدة كما أشار ضيفكم وهو ما بدأت فيه روسيا في الجنوب وفي ريف دمشق ويمكن أن تكرروا في مناطق الجزيرة وهناك أنباء بأنها تسعى لإقامة هذا الشكل الجديد من الميليشيات تابعة لها طبعا على أساس ضمها إلى الجيش السوري في فترة معينة من الحل السياسي نعم الصحفي المختص بالشأن الروسي سامر لياس كنت معنا من العاصمة موسك وشكرا جزيلا لك كما أشكر الكاتب والصحفي سامر العاني كان معنا من غازي عنتاب جنوب تركيا والشكر موصول لكم مشاهدين على طيبة المتابعة دمتم بألف خير اشتركوا في القناة